السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكاتر احنا ادهى الفيديو رقم اثنين في قرية الكتاب بتاع طببانها تمام احنا اتفقنا ان انت هيبكون عندك الفيديو الاول اتكلمنا فيه على التريماتودز وخلصناها الفيديو التاني بقى بنتكلم فيه على السيستود السيستود اللي هي الددان الشريطي انصحك قبل ما تكمل معي الفيديو ده لازم تكون سمعت الفيديو بتاع السيستود اللي انا بشرح فيها الفرق بين الاوزس والايزس وانصحك ان انت كمان تكون اتفرقت على كل الفيديو اللي بشرح فيها السيستودز اعتقدهم ثلاث فيديوهات بس يعني مش كتير بعدين تعال بقى نشوف ايه الكتاب بتاعنا بتاع الاسم كاتب ايه اول هام هو بيكلمك عن التنياساجيناتا تمام وبيقولك ان الديزيز بتاعها هي انتستاينال تنيازيس واحنا اتفقنا انه طالما قلت كلمة ايزيس ايزيس ده معناه ان المان ديفنيتف هست لكن لو كنت قلت اوزيس زي هاي داتي دوزيس فساعتها المان بيبقى انترميديد هست او بلايند انترميديد هست تمام مش بعدين هو الديستريبيوشن معناه ان هي منتشرة في كل العالم الادلت هي دودة شريطية احنا اتفقنا ان الدودة الشريطية بيكون ديها اسكوليكس وبعدين في ايه تتتابع السيجمنت كده في شكل ايه شرايط وبتبقى طويلة جدا اللي هي دودة الشريطية تمام فبعدين بيقولك هو الادلت بتاعنا عبارة عن اربعة لعشرة متر بتتكون من الف الى الفين اللي هي السيجمنت دي تمام بتاعها عندها اربع سكر يعني انت لو كنت تشوف الهيد ده هتلاقي الهيد عاملة كده والايه فيها اربع سكر اتنين انت شايفهم هنا واتنين الناحية التامي بس مفيش رستيلم رستيلم اللي هو المفروض يبقى طالع هنا لا مش موجود في عندها اربع سكر اللي هو يعني حامل اللي هي اليوترس اللي مليان اجز والجرافت سيجمنت مش بتتعامل غير لما يكون يعني المفروض مثلا ادي سي مسلا ان ده يوترس مسلا فاليوترس ده هي اما يكون يعني ايه عملية ملي بيض بس عملية ملي بيض فيحصله ويخرج منه فهو عبارة عن يوترس ويتمالة بيض فهو بيقول لك بيبقى شكله برود اه اه لونجر ذان برودر عشرين في خمسة ميلي اليوترس ليه لاترال برانشز من خمستاشر لتلاتين برانش وفتكر ان انا مقارنها في الفيديو اللي بشرح فيه السستودة ما بين التانية ساجي ناتا والتانية سوليام قلت ان ساجي ناتا اللي يحرفها كتير بتلاقي فيها حجمها كبير بتلاقي فيها برانشز في اليوترس اكتر اليوترس بيحتوى على مية الف بيضة فهو بيقول لك ايه نو يوتيراين اوبنينج ما هي ده لوجيك نو يوتيراين اوبنينج اه الايج يلوش براون اه تلاتين فاربعين بتبقى زي مثلا كده بص يعني انت هتروح جاي رسم كده وبعدين بالشكل تمام بعدين هو بيبقى جواها بتاعها عبارة عن هيكسا هيكسا يعني ستة ليها ستة هوكس تمام بعدين بيقول لك ده البيض بتبقى تلاتين فاربعين مايكرو ليها ثيك ريديا لسترياتد شيل وبتحتوى على ماتيور هيكسا كانس ام بيو اه الايج دي لما بتدخل في اللي هو البقرة هتروح متحولة الى الانفكتف استيج بتاعتنا اللي هي السيستي سيركاس السيستي سيركاس بتاعت الساجي ناتا الاسم الكبير اللي هي البقرة اسمها سيستي سيركاس بوفيس اما السيستي سيركاس بتاعت التينية سوليم سوليم اسمه صغير اللي هي بتجي في الخنازير الصغيرة دي بتبقى اسمها سيستي سيركاس سيليلوزا ماشي بعدين بيقول لك الليف سايكل بتاعتنا الهابيتات بتاعنا هو الابر بارتوف جيجنا عادي زي الكل وما نقول لي على فكرة انترميدي توست كاتل أو كاو الانفكتيف ستيج سيستي سيركس بوفيس تقى موجودة فين؟ موجودة في اللحمة في البيف لحمة البقرة المودة في انفكشن ايتنج افرو أو ام بيرفكتيلي كوكت بيف كونتين سيستي سيرصاي اللي هي جمع سيستي سيركس سيستي سيركس ايه؟ سيستي سيركس بوفيس او بيحصل ماتيوريشن للورم خلال 8 ل 10 ويك تبقى موجودة في وبعدين تبدأ انت اتفقنا ان هي الدودة بتبقى شكلها عبارة عن قطع كده فبيقول لك ان بتبدأ بقى قطعة قطعة منهم عملها تقع تتقطع وتقع فهي detached single فتطلع لك detached single الانجل out migrate ودي كلمة مهمة يعني هي بتخرج passively من الانس migrate roll anus منشي يعني من الاخر مش شرط ان الولد يخش الحمام فهو ممكن تخرج من الانس دي هتحصل هنا وهتحصل في ال البيبليديم بعدين الباثولوجي بيقول لك الادلت تانية ويكلي ايميونيجن ماشي وممكن تعمل بس شوية اي مودرت او ميلد ازينوفيليا لانها مش ايميونيجن مش بتوسير الجاز المناعي قوي بتاتتش باللسكوليكس بتاعها في الابر جيجنم فتعمل لك minor او شمح لها اسئلة قوي عادي بتعمل عادي هتعمل لك العادي عادي كلام كله ما فيش اي حاجة مميزة بيحصل مع مودرة ازينوفيليا احيانا نشيء في حاجة هنا انا مش شايف ان في اي حاجة بتاعتنا اتفقنا ان الادلت عايش في الهيومن ادي الادلت حوالي عشرة متر الهيومن بينزل بتاكلها البقرة طب يا دكتور بعدين بعدين هم بيأكل اللحمة بتاعت البقرة اللي فيها سيستي سيركس ده هي فتعمل جواء الادلت في ابوة تمانية ويك خلاص السؤال لو الهيومن ده الفيسيس بتاعه ده لوس الاكل شيء عادي يعني مثلا عمل ده في غيط والغيط طالع فيه خضار فواحد كال الخضار فالخضار ده بيحتوى على هل هو يحصل له الاجابة الاجابة لا مش هيحصل يعني ايه يعني وده اللي بيميز التانية السوليام عن التانية ساجيناتا يعني التانية سوليام الاج بتاعت السوليام بتبقى فينفع يحصل يعني الشخص ده ينفع يعدي نفسه عن طريق ان ايده دي اللمسة اللي ستول هيحطها في بقه فينفع يحصل لكن في التانية ساجيناتا ينفع يحصل الاجابة لا ما ينفعش يحصل ليه ما ينفعش يحصل علشان التشخيص بتاعنا ان انت تلاقي في اللي ستول ماشي وطبعا انت قريدي عارف هو بيقولك بس ايه بيقولك ان انت ممكن ممكن تلاقي سكوليكس في حالة ان القضلت بدأت تموت يعني لو القضلت تماتت بقى انت برازيتك فانت هتشوف سكوليكس ولكن هو كمان شوية هيقولك ان النكلوزامايد اللي هو الصعب جدا انك تلاقي سكوليكس ليه لان النكلوزامايد ده هيفرتك الدودة هيفرتك هيخلاها مسيريت هتلاقي بقى يعني ايه مش الدودة يعني تقطعت ونزلتلك متقطعة سكوليكس في حتة وكل سيجمينت في حتة لأ انت تلاقيها اصلا نازلة بايشة فبالتالي صعب او مستحيل ان انت تلاقي تقدر تشوفها تحت الميكروسكوب ولكن يعني في حالة ان الدودة دي ماتت بانتيبرازيتك ضعيفة شوية مش هي نكلوزامايد فساعتها احتمال ان انت تقدر تلاقي وتتعرف عليه فتعرف ان هو اللي احنا عارفين اللي هو ليه اربعة سكر اتنين الناحية دي واتنين الناحية دتا مش عارفين اللي انا بعمله دوت يعني بس بعدين بيقولك فطبعا عادي هو بتاعت اي دودة احنا عارفين ان هو مش عارف يعني انت بتتجنب المودة في انفكشن وبتعلم الناس وبتعالج اللي جاله الانفكشن دايما الحتة بس اللي هي بتبقى مهمة وتلاقييني انا عملها لك في الفلاش كاردز هي الجزئية دي اللحمة لو انت حطيتها في درجة حرارة سالب 10 سليزيوس لمدة 5 ايام او سخنتها في درجة حرارة 57 وين اعطاها في محلول ملح 25% لمدة 5 ايام فده اللي ممكن يتعامل مع اللحمة عشان تتجنب ان هي يكون فيها تينيا سليم تمام كده سوري تينيا ساجينة التينيا سليم اتفقنا ان التينيا سليم دي بتاعة الخنزير فهي بيقول لك اسمها ايه بورك تاب وورم ليه لان هي هتيجي من اكل البورك بورك يعني لحم خنزير وهنا دايما الناس يروح جابلك مسلا في اسأل true or false ويقول لك ايه ان التينيا سليم الديفنتيف هست بتاعها هو البيج الخنزير الاجابة لا الاجابة ان انت عندك الانلي ديفنتيف هست عادي هو الهيومان ومال بورك هنا ايه لا البرك هنا هو الانترميديد هست يعني اللايف سايكل البيج هو الناتشورال انترميديد هست فانت عندك المفروض ان في انسان هو ده الديفنتيف هست نزل اج في اللسطول الاج دخلت لخنزير الخنزير اتكلت لحمته الانسان فعمله هنا تينيزيس يبقى انا عندي اللي كان الاج عملت جواها سيستي سيركس ليه اللارفة فبقى اسمه انترميديد هست الفكرة يبقى ان الاج دي انفكتف فينفع الانسان يكلها فتعمله اوتو انفكشن يبقى ليه في التينيا سليم فيه اوتو انفكشن وما فيش فيه التينيا سجيناتا علشان التينيا سليم علشان التينيا سليم الاج بتاعتها انفكتف يعني هي الفكرة هنا ان الاج هنا انفكتف وده السؤال فعلشان عندها انفكتف اج فتقدر تينفكت مش بس انفكتف تو هيومن فتقدر تينفكت مش بس البيج ويبقى البيج هو intermediate host لا ده كمان المان ممكن يبقى intermediate host بس طبعا لما المان يبقى intermediate host ما فيش حد هيأكل لحمة بشر فعشان كده بنقول عليها ان هي blind end blind end ان الlife cycle مش هتكمل يعني احنا ده انسان مش نزل بيضه مش رح وكلها انسان تمام ايه بقى اللي حصل الlife cycle وقفت عند الانسان ده لان مش هيحصل ان حد يأكل لحمته فبنسمي هنا الانسان ده ان هو intermediate host بتاع blind life cycle الlife cycle بتنتهي خلاص بس هنا ساعتها الانسان ده مش هيحصل له تنيزيس لا هيحصل له حاجة اسمها 60 circosis مش موجودة للأسف في الكتاب لانك مش واخد كل حاجة 60 بس انا شريحها في فيديوهات اليوتيوب 60 circosis ده لما قلت يبقى المان ماشي ايه العلاج عادي هو بيقول لك بقى التيوريتيكة الي في auto infection اا العلاج بتاعنا نيكلوزامايد ولكن خاف لان نيكلوزامايد هيضمر لك فيطلع لك والاكز والاكز دي فعشان كده لما تدي للشخص نيكلوزامايد لازم تتأكد ان انت متديله معاها شربة بيرج سلاين بيرج ليه بتديله شربة؟ عشان تتجنب الانترنال auto infection تمام؟ يبقى احنا هندي نيكلوزامايد ولكن هندي معا ايه؟ شربة شربة الشربة دي بتعمل ايه؟ بتعمل اسهال بتخسله معديته بسرعة وبتخسله الامعاء بتاعته بسرعة ليه؟ علشان نتجنب الكثير جدا اللي حصل due to disintegration of gravity segment الضيفيلو بوثريام لاتم الضيفيلو بوثريام لاتم دي اسمها fish tapeworm أو brood tapeworm ماشي؟ بتعمل مرض اسمه ضيفل بوثريازيس ماشي القضاء بتاعتها تلاتة لعشرة متر ولكن اليوترس هنا اوبن فطالما اليوترس اوبن يبقى no gravity segment طالما اليوترس اوبن يبقى no gravity segment البيضة بتاعتها شكل البيضة بتاعت الفشولة بالزبط ولكنها thick shell يعني قصة ليها operculum thick shell بس وبعدين لو تفتكر اه كان في ايه؟ immature content يبقى هي اوبركوليتد و thick shell و immature فهي typical بتاعت الفشيولة بس الشرط ان الفشيولة كان دا thin shell مش thick shell خلاص كنا فكمان دي سبعين في خمسة واربعين لكن لو تفتكر بتاعت الفشيولة كاتمية واربعين في سبعين اللايف سايكل بتاعتنا ان الاج بينزل في الستول بتاع هى يحصل له maturation ويخرج منه كرة sydium مش عارف احنا هل هم حفتين لايف سايكل سوري اه جميلة اه يا جماعة اه اللايف سايكل بتاعتنا ان الهيومان عنده الادلت هي الادلت نزلت هيحصل لها ويخرج منها حاجة اسمها الكوراسيديم الكوراسيديم دوت هيتاكل في الفيرست انترميديوت هتخلق بالك عندها اتنين انترميديوت هست انت اول مرة تسمع ده مش اول مرة تقريبا نخذ في سنة اولة الهيتروفسكن برضو عندها اتنين انترميديوت هست فدخل جوه واحدة من الكشريات او من الارثروبودز اسمها سايكلو فعمل جوه بروسيركويد بنا عندي الاول في كوراسيديم كوراسيديم عمل بروسيركويد بروسيركويد دخل جوه السمكة اللي هي الانسان هيأكل سمكة السلمون اللي بتحتوي على البليروسيركويد فيحصل له انفكشن يبقى انت عندك الهيومن عنده ادلت نزل فيها ايج الاج ماتيور حصل لها ماتيوريشن وطلعت كوراسيديم تفتكر الفاشيولة كانت طلعت ميراسيديم لكن ده طلعت كوراسيديم الكوراسيديم آآ كالو السايكلوب مش القوقع بقى لأ كالو السايكلوب السايكلوب عمل جواه بروسيركويد البروسيركويد آآ او السمكة كالت السايكلوب اللي بيحتوي على البروسيركويد تحول جواها البليروسيركويد البليروسيركويد دوت هو اللي تحول بعد كده او هو اللي ده الانسان لما كالو كال الفش وبعملت جواها ايه? عملت جواها الادلت بتاع الدايف البوثري عملتها. تمام? بس دي لايف سايكل لايف سايكل لذيذة يعني سهلة مش مش صعبة. هو هنا بقى ايه بيقول لك هو الباثولوجي كله معتمد على فكرة ان الدودة دي بتاكل فيتامين بي 12 وبتمنع بتاع فيتامين بي بي 12 من الايليم. يعني الشخص ده بقى عنده نقص في فيتامين بي 12. نقص في فيتامين بي 12 هيعمل لك ميجالوبلاستيك انيميا او اللي بيسمى برنيشيس انيميا. ليها مكروسيتك هيبر كروميك انيميا. تمام? ويها برضو هتنقص لك البليتلت فتعمل لك ثرومبوسيتو بينيا وهتنقص لك الوايت بلات سيلز فتعمل لك ليكوبينيا. يبقى انت عندك انيميا من الاخر عندك بان سايتو بينيا. عندك انيميا وعندك نقص في البليتلت ثرومبوسيتو بينيا وعندك نقص في الوايت بلات سيلز اللي هي اليكوبيني. بس الانيميا من النوع مميز اسمه مكروسيتك هيبر كروميك. ده بسبب ايه? بسبب نقص في فيتامين بي 12. التشخيص بتاعنا ان انت بتلاقي فيه اه طبعا هستروي بتاع اكل فش وتلاقي فيه ايج و اه البروكولوتويد اللي هو ماتيور مش جرافد ماتيور مش جرافد سيجمت. العلاج بريزيكوانتلونيكلوزامايت. هتجمد السمكة نقص عشرة لمدة 24 ساعة او تسخنها تقليها لمدة عشر دقايق على اقل في درجة حرارة خمسين. الضيبليديم كانينيام كانينيام من كانين كانينم من من اه كانين الانياب يعني عشان بتيجي في الكارنيفورز او واكل اللحم زي السوري يعني الدفنت الفوست اللي هو الدج سوري اه هي في الغالب بتيجي للدج اه بلاس الهيومان يعني هي اكسدينتالي هتيجي للهيومان ولكن الهي بتيجي في لي الدج اند وايلد كارنيفورز اللي هما الاكل الحيوانات اللي بتاكل اللحم يعني زوات الانياب خلاص. فهو بيقولك القضلة بتاعتها عشان ستين سنتي ماشي مش مهم ستين لمية خمسة وسبعين اه اه شكلها كيوكمبر سيد تشوفها شكل بزرة اه 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 كيوكمبر الخيار شكل بزرة الخيار مش هو هتلاقي الشكل مميز جدا هتلاقيني هتلاقي في الفلاش كارد اللي هو الشكل ده يعني دايما هتلاقي ايه المنظر بتاعها المنظر ده وعندها اتنين سيت اوف جيني تالشا هتلاقي دايما بتفتح مرة واحدة من هنا وبتفتح مرة من هنا. اه كل اج اه اربعين مايكرون مدورة بيتجمعوا الاجز مع بعض فتعمل لك حاجة اسمها كابسول. الكابسول بيقى في خمسة لخمستاشر بيضة. بتاعتها اسمها سيستي سيركويد مش سيستي سيركس. ملهاش تلقى بنتيجس ولا حاجة. السوا بيقول لك اه يعني طبعا انا شرحتها لك في على اليوتيوب في الفيديو المجمع. اه الهابيتات بتاعها عادي في اسمه الكلاب والهيومان بتاع البرغوت. اللي بص تحس النص مكتوب ويحش يعني. بتاعت البراغيت. البراغيت بتاعي تبقى براغيت القطط والكلاب والانسان. فهي ايه? بتاع البراغوت دي بتبقى عبارة عن دودة لسه عشان الناس ما تفهمش انها براغوت. هي عبارة عن دودة. الدودة بقى لها بنت البراغوت. ماشي? خدتوها في الارثروبوت. انه بيقى البراغوت. بيبنيت بيضة. والبيضة تبقى دودة. بتفقسش براغوت صغير. لأ. بتفقس تبقى دودة. المدل في انفكشن اكسيدنتل انجيشن ليه اي اكل مدود. والدودة بتاعته كانت دودة البراغوت. البيفولوجي عادي. اللي هو شوية اه واجع في بطنه مع ازينوفيليا. كلينيكل. اه طبعا فيه بيريوريتس ايناي. الطفل بتلاقيه بيهرش في الانس. اسمها بيريوريتس ايناي. شايفهم مش مكتوبة لي يعني. لأ مكتوبة الحمد لله. بص جماعة. يبقى ممكن اسمتوماتيك ماشي ابدومينالبين. ضيارية. وانالبريوريتس. بيهرش في الانس. لان البتاع ده بتسحف وتخرج بره من حوالين الانس. فهيهرش في المنطقة دي. خلاص كده. بتيج دايما للاطفال اللي بيلعبوا مع الكلاب. عشان الكلاب بتبقى فيها براغيت وخلافه وحطي دفوقه وكان عليها اي حاجة وهكزا. اه العلاج بريزيك وانتيل ونكلوزاميت. ماشي نكمل. طبعا بس ملحوظة عشان الناس تبقى عارفة احنا حطينا آآ لكل المواضيع دي ولازم تذكرها بشكل لذيذ كده آآ من على آآ برنامج الفلاش كاردس. في الغالي باسيب لك اللينكات بتاعته في آآ في الديسكريبشن. وكمان موجود على التليجرام. خلاص. نشوف الاكنوكوكاس جرانيولوزاس في فيديو تاني. الاكنوكوكاس جرانيولوزاس اكنوكوكاس جرانيولوزاس اه هو دي دي تقريبا مش هقول بقى بداية يعني هما اصلا مش هطيط لك غير عنوانين من من عنوان كثيرة جدا. احنا اتفقنا ان الانسان لو هو انترميديو توست يعني الهيومن انترميديو توست فساعتها المرض هيكون اخر اوزيس فتلاقي الديزيز اللي بيحصل اسمه ايه مثلا هنا هيداتي دوزيس مش مكتوبة هيداتي دوزيس اخر اوزيس طب هو ازاي الهيومن هيكون انترميديو توست لانه هو اللي هيكل الايج معناه ان الايج انفكتف للهيومن طب الادلت اللي نزل الايج ده مين لا ده بقى كلب او متعلب او اي حاجة فنزل ايج والايج دي طبعا اتفقنا انها هتكون في في خضار يعني مسلا انت بتاكل حاجة بخيرها كده من الارض ولا حاجة فانت كالت خاصية ولا حاجة كده وفيها البيضة دي فهتعمل لك المرض اللي اسمه ازيس دكتور كامل اللايف سايكل لأ مفيش لايف سايكل هو في حد هيكل الانسان يعني يعني هي عملت سيست جوه الانسان في حد هيكله لأ فعلشان كده ده بتبقى بلايند انت يبقى الانسان جاست بقى انترميديو توست فمعناه ان المرض بقى اوزس وبقى علاجه جراحي وبيبقى جايب عن طريق ان الشخص او الهيومن ده كال انفكتف ستيج اللي هي الاج طب مين الديفنتف وست في الحالة دي الديفنتف وست في الحالة دي هو الحيوانات زي الكلب والتعلب والديب وخليفه دكتور انا هاكل البراز بتاعه ازاي عادي هتاكل اي حاجة اا من الارض ويكون هو الكلب عمل عليها ايه ببي وانت صممت تاكل الاكل بخيره يعني فالخير ده كان في خير اخر اللي هو ده طب تعال نشوف اه هو بيكلمك على اا اا جيغرافيكا الديستريبيوشن كوزمو بليتان المروفولوجي بتاعتك الادلت من اتنين ونص لتسعة ميلي هناك هتلقي صورتها هي دي الوحيدة التي تلاقيها ايه يعني بت ... موجودة كاملة كده يعني كده 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 لده خلصة مشيогممممه الاسكوليكس جلوبيلر ستطلق على الفلاش كارت سبرد هو بس النقطة ان انت تبقى عارف ان الهيدات السيست الهيدات السيست بيكون شكلها عامل ازاي؟ يعني هو انت دلوقتي خلاص الاج الانسان كلها فهتعمل جوا ايه؟ هتعمل جوا الارفا الارفا هنا اسمها هيدات السيست فالهيدات السيست ما يعني انت مستحيل ان انت تعد تحفظ في الكلام ده انت لازم تعرفها في شكل رسمة فانت هتكون عارف ان هي عبارة عن ثلاثة لير اللير الخارجية اللي انا رسمتها بلون الاخضر اسمها فيبرس لير الفيبرس لير دي جاية من الهوست تيشو او الهوست ري اكشن اللي حواليه بعدين في عندك اتنين لير تانيين في لير لامينيتد جوا هنا وفي لير اللي احنا بنسميها جيرميل اللير اللي هي هنا لجيرميل اللي انها يطلع منها سكوليكس وممكن يطلع منها دوتر سيست وممكن الدوتر سيست تنفصل وتبقى جوا كده وممكن الدوتر سيست تخرج لبره وتبقى اسمها اكسوجين السيست فهو انت تبقى عارف ايه ان انت التو لير اللي هي اللي باللون الازرق والاحمر دول اسمهم الازرق والاحمر اللي اتنين لير سواء جيرميل او لامينيتد دول اصلهم جاي من البرازايت اما اللير اللي لونها اخضر فدي جاية من الهوست بس انا طبعا شرحت لك الرسمة دي كاملة في الفيديو بتاع اليوتيوب الاولاني يقول لك فيه ثلاث انواع فيه فيه وفيه 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 اللايف سايكل اتفقنا ان الأدلت الأدلت بتاع اليكينو كوكس عايش في الانتستم بتاع الدوج والفوكس والولف اللي هما الدفنت في هوست بتوعه يعني الانترميديت هوست هما الحاجات اللي هتاكل عشب مان شيب كتل كامل هورس اذر هيربيورس اكلت العشب الانفكتيف ستيج هي الإج والإج نفس البيضة بتاعت التانية الهيومن از انفكتيف فيا انجيشن اوف إج الانفكتيف ستيج هذه الدودة يا جماعة اللي ها جلوب لرسكوليكس وبعدين نيك اماتيور سيجمنت لما تكبر تبقى ماتيور وبعدين تبقى اليوترس يتميليبيد ويبقى اسماع جرافيت زي ما انا وقتلك على القصة بتاعتها هي الدودة اجمل الدودة كده تلاقيها السيستودة ومجمع عليك كل الليستيجيس بتاعتها في نفس الحت واتفقنا الكلب يحتوي على أدلت ننزل بيضة سواء انسان او حيوان كلها هتعمل جوا سيست وبعدين الكلب يأكل تاني اللحمة اللي كان فيها السيست فيحصله طبعا احنا التفانع ايه انه ان الحيوان ده تم استبداله بانسان بقيت اللايف سيكل مش هتكتمل ليه لان ما فيش مش الطبيعي ان في حاجة بتاكل لحم الانسان اه باثولوجي الليفر هو المست كومان سايت نسبة 66% طب يا دكتور ايه الباثولوجي الباثولوجي ان السيست عملة تكبر وتضغط على التيشوز اللي جنبها فده كده هو الباثولوجي يعني كل الفكرة ان السيست عملة تكبر وتضغط على جنبه فتعملك مشاكل سابقا هي بقى شوف بقى موجودة في اللونج تعمل ايه موجودة في السبلين تعمل ايه في الكدني في الهارت في المخ فعلى حسب الارجن اللي هي موجودة فيه هتضغط عليه في مشكلة تانية ان لو السيست دي حصل لها انفجار مفاجئ فهيحصل حاجتين اول حاجة انا في لكتك ري اكشن هيحصل حساسية شديدة جدا وعنيفة من محتويات الفلويد والليسكوليكس اللي كان جوه الجير من اللير ده هيعمل ديسيميناشن يعني هتلاقي كل واحدة يعني انت بص احنا متفقين ان السيست اهيه بطلع منها اسكوليسيز كل اسكوليكس من دول هيعمل هيديسيمينات ويعمل لك سيست جديدة فيعمل لك هيحصل الديسيميناشن التشخيص بتاعنا آآ راديولوجي هتلاقي ايج في الستول يعني انت هتشخص بايج في الستول لا طبعا ليه بشن ما فيش ايج ده هو الانسان عنده لارفا فانت ممكن بس تشوفها بالراديولوجي بالسنار اكس راي اشعة مقطعية رانين ممكن تعمل تستات سيرولوجي ممكن تلاقي زينوفيليا طب العلاج العلاج منلي جراحي واحد عنده سيست هنشلهله خلاص وفيه مرسبلايزيشن هو بيقول لك يعني لو السيست كبيرة جدا او انفكتد او انت خايف من الكلوجر فانت هتعمل ايه هتروح جايب ادي السيست واتدخل دابل وي كانوا له حاجة تدخل وحاجة تخرج فيقول لك انت هتفضل تدخل 10% فرمالين ماشي او 2% سيلفر نيتريت او 2% سيلفر نيتريت لحد ما اقتلك كل السيكوليسيز اللي جوه وفي الاخر تروح خالع السيست دي وانت هتفضل دابل وي كانوا حاجة تعمل تخش وحاجات تخرج تدخل فرمالين او سيلفر نيتريت ماشي وتسحب الهايداتة فيلويد البندازول ممكن قبل العملية او بعد العملية يعني عشان بروفلاكسس تجنب الحيوانات وخلافهم ماشي كده ماروش لازمة دي بتبقى السيست تتلاقي مالتي لوكيلور كده ماشي الفكرة بتاعتها او الحوار يعني هو طبعا كل هو ايكينوكوكاس مالتيلكوليرز نفس كل الكلام يعني هي ايكينوكوكاس جرانيولوزاس برضو بتيجي من الكلاب والتعالب والديابة كل الفكرة ان السيست بتاعتها بتبقى استيرايل يعني ما فيهاش سكوليسيز يعني لو فرقعت مش هتعمل لك سيست في كل حط وكمان ما عندهاش الاوتر فايبراس لير مش شيفت لها يعني تحساها سايبة من نفسها مش عاملة زي الكورة كده لأ عشان كده اسمها الفيلور سيست او مالتي لوكيلور سيست نفس الكزة برضو الباثولجينيسيز بتاعتها عبارة عن بريشر على الحاجة اللي جات فيها بس